اهلا بكم من جديد يسعدنا في هذا الصباح الجميل أن تنضم لنا معالي سيدة اسمى خضر الأمينة العامة لللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أهلا وسهلا سيدتي سيدتي بداية انطلقت بالأمس أعمال المؤتمر الوطني التحضيري لمنتدى منظمات المجتمع المدني تحت عنوان حقوق النساء والفتيات تعزيز المساواة بين الجنسين يعني بداية هذا مؤتمر التحضيري لمؤتمر رئيسي حدثنا عن هذا المؤتمر التحضيري أولا وهم ثم سوف نتحدث عن المؤتمر الرئيسي شكرا الحقيقة هذا المؤتمر التحضيري الوطني جاء في إطار الاستعداد لعقد مؤتمر مهم جدا هو مؤتمر منظمات أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمر دولي هو المؤتمر 11 لهذه المؤسسات وهي مؤسسات موجودة في 110 دول في العالم ويحتضنها الأردن في بداية شهر 20 أول القادم المركز الوطن لحقوق الإنسان الآن بترأس مجلس التنسيق لهذه المؤسسات الوطنية والموضوع الرئيسي أو الثيم الرئيسي للمؤتمر الدولي هذا العام كل ما يعقده هو كل سنتين بيختارونه عنوان معين العنوان الذي تم اختياره لهذا العام هو حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساوى بين الجنسين وجدنا أنه استعدادا لهذا المؤتمر حتى يكون الإسهام الأردني إسهام أول النشأ عن مسار ديمقراطي بشكل ما وعن بشاركة واسعة من خاصة المنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية من مختلف محافظات المملكة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الرئيسي وأهم هذه المواضيع التمكيل الاقتصاد للمرأة الحقوق الاقتصادية هذا يشمل الحق في العمل والتشغيل وتأمينات الاجتماعية والملكية والميراد والتصرف والحق في المشاركة في إدارة الشأن العام وهذا الحق يشمل المشاركة في سلطات الدولة التنفيذية والتشعية والقضائية وفي مختلف المجالس التمثيلية كالبلديات وغيرها اللي إحنا شوي في بعضها حققنا إنجازات معقولة يعني مثلا في البلديات لأن النساء بموجب القانون الجديد رح يشكلوا حد أدنى 25% من المجالس البلدية أيضا سيكون هناك مواضيع متعلقة بالعنف ضد المرأة وخاصة ضد فئات معينة من النساء مثل كبيرات السن الطفلات ذوات الاحتياجات الخاصة اللاجئات العاملات كل هذه القضايا وسيكون هناك محور يتعلق بالثقافة المجتمعية وثقافة حقوق الإنسان ومسألة التعايش والتنوع في المجتمع واحترام هذا التنوع هذا أمر كتير مهم يحافظ على وحدة النسيج الاجتماعي وعلى التعددية قبول التعددية والتزام الحوار أساس للتعامل مع المختلف المختلف بالرأي والمختلف بالجنس والمختلف باللون واللغة والدين وغيرها وبالتالي نعتقد بأن عقد المؤتمر التحضيري هو فرصة لتبادل التجارب بين النساء والرجال الأردنيين المعنيين بحقوق الإنسان وهو استعداد علمي جدي للمؤتمر الدولي جميل جدا يعني سيدتي حقوق النساء وتعزيز دور المرأة والفتيات يعني ما أبرز ما تناقشونه في المؤتمر بما يتعلق بهذا الموضوع يعني يوم أمس كان حافل بالمداخلات بعضها يتعلق بالتعاون الدولي والتنسيق الدولي هناك مثلا الآن عمل جاري مهم جدا وهو أجندة التنمية العالمية لما بعد عام 2015 اللي هو العام اللي بتنتي فيه المد المعطال لتحقيق الأهداف الإنمائية الألفية اللي هي 8 أهداف على رأسها طبعا القضاء على الفقر الفقر المتقع والجوع الآن العالم نجح في بعض الأهداف ولم ينجح في بعضها الآخر هناك مسار جديد تم تشكيل فريق دولي رفيع المستوى إحنا بالأردن صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله عضو في هذا الفريق رفيع المستوى الدولي من أجل وضع تصور لأهداف للمرحلة ما بعد 2015 إحنا في مناقشاتنا يوم أمس أطلعنا المشاركات والمشاركين عددهم بزيد على 350 مشاركة على هذا المسار الذي هو مسار قصير ولكن المطلوب أن يتم مشاورة على نطاق واسع مع كل المعنيين ماذا يريد الناس من دول العالم أن تعمل من أجل أن تتحقق أهداف تنموية يلمسونها في حياتهم الجوع التعليم الصحة المسواة بالجنسين الحاكمية الرشيدة البيئة كل هذه القضايا ماذا يريد الناس بالضبط والمؤتمر أمس أطلق تحالف أردني من أجل المشاركة في هذه المشاورات جميل جدا هذا واحدة من الأمور الأمر الثاني نقشنا يوم أمس الفروق الجندرية الفروق بين الجنسين الموجودة في السلوك الاجتماعي لأنه إحنا دائما من نادي بتعديل القوانين وبالنص الدستوري على المساواة لكن القوانين كثير منها موجود لكن الواقع لا يحترم مبدأ المساواة ولا يطبق والسبب يكمن في الثقافة المجتمعية واتجاه الفكري والقيمي لدى الرجال والنساء نحو مكانة المرأة المرأة عدد كبير من النساء ما زالوا بتطلعوا لأنفسهم باعتبارهم أنهم ليسوا بمستوى الرجال من حيث القدرة على إدارة الشأن العام والانخراط في الحياة العامة ورجال أيضا يعتقدون بأن المرأة مكانها البيت ولا يحق لها أنها تشارك في الحياة العامة وإلى آخر هذه الاتجاهات والعقلية والثقافة المجتمعية تحتاج إلى جهود إلى جهود مكثبة من أجل تعديل هذه الاتجاهات وكان فيه نقاش على أهمية التربية في المدارس على أهمية المناهج على أهمية وسائل الإعلام يعني دور اللي أنتو بتلعبوه دور كتير مهم وكذلك كل قادة الرأي بما فيهم قادة الرأي الدينيين والحزبيين السياسيين وقادة المجتمعات المحلية من الرجال والنساء عليهم دور كبير في هذا المجال أيضا أمس نوقشت مسألة العدالة الانتقالية وتعلمون بأن مجتمعات عديدة في المنطقة تمر بمرحلة انتقال نحو نظم سياسية يفترض أن تلبي مطالب الشعوب العربية في العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان وهذه التوجهات تعني بأن هناك مرحلة انتقالية يتحقق فيها عدالة بالنسبة لمن ظلم في ظل الأنظمة التي كانت سابقا موجودة ونحن في هذا المؤتمر وجدنا بأنه أليات العدالة الانتقالية وما حدث فعلا هو فيه تراجع عن حقوق المرأة وفي ظلم للنساء يعني معاناة النساء اللي تعرضوا مثلا في ليبيا الاعتداءات جنسية في إطار الحرب التي دارت لا أحد يعني ينصفهم أو يصغي إلهم أو يعتبر أنه هذه تضحية كجزء من تضحيات اللي قدمت من أجل نجاح الثورة هناك وبالتالي في سوريا الآن تتعرض النساء العديد من الانتهاكات لحقوقهم كنساء الآن فيه طبعا انتهاكات عامة يعني لكن نحن نتحدث عن النساء بشكل خاص وعن الأطفال أو الطفلات هناك اعتداءات جنسية تحدث كيف ننصف صاحبات أو ضحايا هذه الاعتداءات فكان هناك ورشة خاصة بالعدالة الانتقالية والنساء أيضا كان فيه ورشة خاصة يوم أمس على المرأة والتنمية تعلمون بأنه واحد من حقوق الإنسان حقوق الإنسان هي منظومة متكاملة كلها يتجزأ يعتمد بعضها على بعض جزء منها حقوق فردية ولكن جزء منها حقوق جماعية الحق في التنمية هو واحد من حقوق الإنسان الحق فيه تقرير المصير الحق فيه مثلا السيطرة على الموارد الطبيعية في بلد من البلدان الحق في البيئة كلها حقوق جماعية هذه الحقوق الجماعية مهمة ومنها بشكل خاص الحق في التنمية أي نموذج تنمية نريد؟ نريد نموذج تنمية مستدامة نموذج تنمية شامل اقتصادي اجتماعي ثقافي سياسي نريد نموذج تنموي عادل لأنه أحيانا قد ننمي الاقتصاد ويصبح لنا نمو اقتصادي عالي ولكن توزيع هذه الثروة التي تحدر لا يكون عادلا يحتكرها البعض ولكن يبقى الفقراء فقراء حق توزيع الثروة وبالتالي كان في حديث عن هذه الحقوق الجماعية وخاصة دور المرأة في التنمية اهمية يعني احنا بارح طلعنا بالنتيجة نتيجة الورقة اللي قدمت في هذا الموضوع انه لا تنمية بدون النساء ولا تنمية اذا اهدرنا طاقات وقدرات وامكانيات ومواهب وطاقات انتاجية لنصف الموارد البشرية المتاحة في المجتمع وهي النساء وبالتالي طلعنا استخلصنا انه لا تنمية بدون النساء كما استخلصنا انه لا ديمقراطية بدون النساء لانه الديمقراطية تبنى على قاعدة المساواف المواطنة والمساواف المواطنة هي للرجال والنساء معا فاذا اقصيت النساء فمعنى ذلك ان الديمقراطية ناقصة لا تستطيع ان تكتمل الا بوجود النساء أيضا توصلنا إلى الانتج أنه لا إصلاح بدون النساء نحن الآن في مسارات إصلاحية وللأسف المحكمة الدستورية لم يكن بين أعضاءها أي امرأة الهيئة المستقلة لم يكن بين أعضاءها أي امرأة الحكومة الجديدة ليس بين أعضاءها أي امرأة ونحن نعتقد بأن طاقات النساء وقدراتهم على تولي هذه المواقع هو أمر أساسي وأنه أي جهود إصلاحية لن تؤتي ثمارها دون مشاركة حقيقية واسعة على مستوى القيادة ولكن على مستوى القاعدة الشعبية العريضة من النساء جميل جدا يعني حديث رائع جدا سيدتي دعيني أكون صريح معاك يعني التشكيلة الوزارية الأخيرة يعني لم تحوي أي امرأة هل يعني هذا عندكم في اللجنة هل هو أمر طبيعي أو شيء غير طبيعي على الإطلاق ونحن استغربناه من شخصية مثل دولة الدكتور نسور يعني ونعلم أنه يعني شخص منفتح ويعني ديمقراطي وبالتالي كان مستهجنا الحقيقة حتى إذا رغبت الحكومة في أن تكون حكومة رشيقة وقليلة العدد يعني هذا لا يعني أن لا يكون مبين أعضاءها أي امرأة وبالتالي نحن لا نريد لسياساتنا تجاه إشراك المرأة أن تكون متذبذبة خطوة للأمام وخطوتين للخلف مرات فإحنا نريد أن نتقدم باستمرار قبلنا مبدأ التدرج الحقيقة وأمننا فيه لأنه هذا تغيير ثقافي مجتمعي لكن مبدأ التدرج هو التدرج في التقدم المضطرد إلى الأمام التدرج لن يؤتي أي نتائج إذا كان خطوة للأمام وخطوتين للخلف بالعكس قد نتخلف عما أنجزنا وقد نودي ببعض الإنجازات التي تحققت فعلا وبالتالي أنا أعتقد بأن أحد مطالب المؤتمر يوم أمس هو سياسات واضحة محمية بالقانون ومضطردة مستمرة وغير مقبول أن يكون هناك أي ذريعة للتراجع عما تم إنجازه يعني برأيي هو دكتور عبدالله نصور هو رجل شخص متزن وسياسي متزن وديمقراطي أصلا بالأصل هو معارض ولكنه ديمقراطي يعني كان بالأجدر وضع مرأة أكثر من إمرأة وفي مواقع فعالة شاهدنا في حكومة رئيس الوزراء الفائز يعني فائز أطراون عفوا تخصيص وزارة للمرأة وهي وزارة المرأة وبرأيي كانت قد غطت أو غطت أصورة لم تطالبوا أنتم بزيادة إمرأة ثانية طلبنا أولا طلبنا بأنه لا نريد وزارة المرأة شكلية ويعني تعلمون والكل استمع إلى تصريحات معالي نادية العلول حينما أشارت إلى أنها كانت وزيرة بلا موارد لا بشرية ولا مالية وبالتالي لم تستطع أن تحقق شيء نحن لا نريد وجود شكله نحن معنيات بهم الوطن من الاقتصاد للسياسة للتنمية للفقر للجوع للسياحة للمالية لكل القضايا جميع القضايا ولدينا نساء متخصصات في كل المجالات المختلفة وتولت نساء مواقع قيادية في كل هذه المجالات وكان أداءهن جيدا وبالتالي أعتقد بأنه لم يكن هناك مبرر لإلحاق وزارة المرأة كنوع من القول أنه هي إمرأة بالحكومة مش هذا المطلب يعني إحنا حكومة بلا إمرأة ولا إمرأة بلا عمل في الوزارة وبلا دور وبالتالي إحنا منعتقد أنه اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة التي تأسست من عام 92 هي قادرة على أن تعمل مع كل الوزارات من أجل إدماج وتحقيق المساواة والعدالة وإدماج منظور النوع الاجتماعي في أداء كل الوزارات سواء في الخدمات أو في الموظفين أو في غيرها ولكن نعتقد بأنه من حق الوطن أن يستفيد من طاقات وإمكانيات النساء ومن حق النساء أن يكون لهنا فرصة في تحمل المسؤولية المشتركة عن قيادة هذا الوطن في مختلف المواقع وبالتالي المسألة ليست مسألة يعني مراضاة أو مسألة شكلية نحن نريدها مسألة شراكة حقيقية شراكة لا تغفل طاقات النساء كما كانت وكما الإرادة السياسية العليا في بلدنا عادة ما تعبر عنها وتدعو لها إشراك النساء واستثمار طاقات النساء وتدليل العقبات أمام مشاركة النساء هذا يريد ترجمة عملية فعلية في القرار السياسي في القرار التشريعي في القوانين والتشريعات وفي الأداء العام بمجمله يعني بكل أطيافه في القضاء في البرلمان في الحكومة في البلديات في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات وحتى منظمات المجتمع المدني نعم سيدتي يعني أين هي المرأة في الانتخابات النيابية القادمة وأنتم في اللجنة ماذا تقدمون للمرأة نحن لدينا برنامج متكامل جميل ومستمر الحقيقة وأحد محاور الاستراتيجية الوطنية المرأة التي نأمل من الحكومة أن تقرها هي الآن بين يدي الحكومة رفعت لحكومة دولة فيز طراونة ونأمل الآن أن يتم يعني إقرارها بأسرع وقت لأنه هي للأعوام 2012 2015 عام 2012 انتهى تقريبا نعم ودون أن تقر حتى الآن من الحكومة نأمل أن تقر سريعا وأحد أهم محاورها هو المحور التمكيل السياسي نعم نحن لدينا ائتلاف وطني لدعم المرأة في الانتخابات وهذا الائتلاف الوطني يضم كافة المعنيين من المنظمات النسائية ومن الجهات الرسمية الهدف منه هو توفير كل ما يمكن توفيره من مناخات ووسائل لدعم النساء في الانتخابات وبدأنا نتلقى الآن طلبات من النساء الراغبات بالترشح من أجل أن يتوفر لهنا برامج تدريبية مجالات للدعم طبعا دعم في السابق كان دعم على طريق طباعة مثلا بعض الملسقات الدعائية أو اليافطات على أساس المسواة بين المرشحات أيضا التدريب تدريب العاملين في الحملات الانتخابية تدريب المرشحات أنفسهم أيضا نظمنا في السابق وسننظم هذا العام حملة إعلامية واسعة تشمل كل محافظات المملكة وكل وسائل الإعلام الممكنة من أجل حث المجتمع على دعم المرأة وحث المرأة على دعم المرأة وحث النساء على ممارسة دورهم كناخبات لأنه كمان إحنا المرأة مشاركتها السياسية ليست في الترشح فقط مشاركتها السياسية في الانتخاب ونسبة 52% من الناخبين المسجلين وعادة من المقترعين هم إناث يعني هما بكونوا من الإناث ولذلك الإناث إذا وعوا قيمتهم الانتخابية وقيمة صوتهم الانتخابي وقدرتهم على التأثير في النتائج أنا أعتقد أنه سيكون لدور النساء حسم دور حاسم في نتائج الانتخابات وبالحقيقة إحنا مشطل على نشر الوعي بقيمة وأهمية وثقل الصوت الانتخابي للمرأة وقدرته على إحدى التغيير هذا أمر مهم جدا وقدرته على دعم النساء الكفؤات وأيضا هذا نداء يعني لكل النساء الأردنيات لا تترددنا في منح الصوت للمرأة الكفؤة المرشحة في دوائركم وللرجل الكفؤ نحن نريد برلمان الأفضل والأمر الآخر هو أنه نريد من المجتمع أن لا يستمر يعني نجد أحيانا عضو في البرلمان تقول أن مكان المرأة في البيت طب كيف؟ ما أنت أخرت قرار وخرجت إلى البرلمان يعني لا نريد تلاقض في الخطاب نريد أن نستجيب لمقتضيات العصر من الحداثة والتقدم السياسي والاقتصادي والديمقراطي نريد أن نحشد كل الطاقات لمواجهة التحديات التي يواجهها وطننا في المجال الاقتصادي بشكل خاص وهو ضاغط ومؤثر على حياة كل رجل وكل امرأة صحيح تجاوزها الزمن الآن المرأة لها مكان في كل دور هي متعلمة حتى نسب تعليم النساء هي أعلى من نسب تعليم الذكور في بلدنا وتحصيلهم تحصيل جيد يعني حصدوا نسبة العظمى من أوائل التوجيهي مثلا وكذلك الأمر في الجامعات وبالتالي هذه الطاقات نريد استثمار هذه عقول وقدرات لا يجوز أن نقصيها لتكون حبسة البيت نعم داين أطرح عليك سؤال أخير هل سيكون هناك مرشحات على القائمة الوطنية؟ أولا نحن خطبنا كل الأحزاب السياسية وهذا نداء جديد للأحزاب السياسية لوجوب وضرورة أن يرشحوا نساء على قوائمهم نحن سنحرض النساء وأنا أقولها بشكل علني سنحرض النساء على إعطاء أولوية للقوائم التي تضم نساء ونساء كفؤات إذن أنتم يعني مستعدون للإنتخبات؟ يجب أن نستعد وهناك أفكار وبعض المجموعات تفكر في قوائم وطنية نسوية أو قوائم وطنية عامة مختلطة ولكن النساء يبادرن لها ويكون لهن رقم 1 و 2 و 3 بعدين يعني يفتحوا المجال لغيرهم فنأمل أن كل القوائم أن تضم نساء وهناك نساء كفؤات وهذا سيكون وسيلة لحصد مزيد من الأصوات مع لي سيدة أسمى خضر وأنتي الأمينة العامة لللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة شكرا جزيلا على هذا الحوار الصباحي اللطيف شكرا لك شكرا لك